كما أكد الرئيس السيسي أن المجودة الهائل الذي بدلته مصر خلال السنوات الماضية أصبح سندا في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قصوة على جميع دول العالم وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأوضح الرئيس السيسي أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بناجاح وضقة منذ عام 2016 وما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تصابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة هذا المجهود الهائل الذي بزالته مصر خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يديع هضرا فقد أصبح سندان الآن في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فلا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولا أكبر اقتصادا وأكثر تقدما بسبب الجائحة وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توفرا أو أسعارا وأقول لكم بكل الصدق إنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وشهل بذلك القاسي والداني ولولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تصابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة اشتركوا في القناة